ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة شكرا لك متابعين الكرام السلام عليكم معكم انتو صح مسعيد هنتكلم معان المكافحة الكيميائية لاخطر حشرة على ناوات الطماطم وهي حشرة التوتا ابسوليوتا وازاي بينكفحها بالمواد الكيموية واي المواد الفعالة اللي هتمشي معاها واحنا معانا تجربة دلوقتي لمبدين هنشوف نتيجة الرش عاملة ازاي الحمد لله رب العالمين دي نتيجة المعاملة بمبيد فوليام تاردو واميدا كلبرايد مادة فعالي فوليام تاردو واميدا كلبرايد دي كلها عشرة التوتا ميتها على البلاستيك اهي 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 كل الحشرات بس بتروش ازاي يعني انت ممكن لو البيت الواحد بياخد معاها 200 لتر انت بتديله 250-300 لتر بحيس ان انت بتروش البيت كويس جدا حتى البلاستيك ده على مبيد فبالتالي الحشرة بتلاقيش مكان طوف فيه يعني الحشرة البص دي المسكنها دايخة الحشرات دايخة شوية شوية بتروح ميتة يعني من شدة التفاعل بس في العادي الحشرة دي لو انت تروحت عليها كده بتطير اهي متسلمة خالص بعد كده بتروح ميتة الحشرة اهي 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 وفع عليها دي في وقت الرائش احنا لسه العمل لسه بيروش ده البيت ده مليان حشر الحشرات كلها تعتبر تكون داخت بتروح تخبط في الحيطان زي ما بيقولوا توقف هنا شوية وتوقف هنا شوية وفي الاخر بنشوف زي ما احنا شايفين كده دي حشرة التوت طبعا التوتة لها عوامل مقاومة كتير برضو زي انت بتحط اللهم سيدنا محمد اه بتحط المصايد الفرمونية والضوئية او اللاسق مع مكافحة الكيموية دي كانت نتيجة المكافحة الكيموية دي كانت نتيجة الراش زي ما احنا قلنا اهي حشرات كلها واقفة على البلاستيك اهي بتطلع من النبات بتطلع من بين الشجر بتوقف على البلاستيك وتموت حشرات دايخة الحشرات دايخة زي ما احنا شايفين دي كانت اصابة شديدة جدا في الطماطم شوف الحشرات بتطلع اهي بتروح تخبط البلاستيك مرة واثنين ثلاثة وبعد كده بتستسلم للمبيد وبتموت اهي الحمد لله نتيجة فعالة جدا اهي دي الحشرة الكمل اهي كلها دايخة بتفلفصة دي مش الحشرة دي مش اللي احنا متعودين منه من الحشرة الحشرة دي بتجري طيب اه اللي عايز يجرب يجرب المادة الفعالة اللي احنا رشناها فوليام تارجو اه اه مش مادة فعالة عصد اسم المبيد اه فوليام تارجو اللي هو كلورانترا انيل برول زاد اه اما مكتين مع اميدا كلبريد دي كابت الخلطة بتاعتنا اللي احنا رشناها ها نحنا شايفين نتيجة الحشرات اهي على البلاستيك دايخة خالص مش عارفة رح فين ولا تيجي منين ان بطن مرشوش والبلاستيك مرشوش وكل ما كان مرشوش طب التالي بتلجأ ان هي استسلم للمبيد حتى الكارتون احنا رشنا انا رشنا على الكارتون مش لقين حتى يوفوا فيها الكارتون كله مية هيغرقه وهيموت دي كانت نتيجة الرش بتاعنا اهو الحشرات البلاستيك اهي ميتة خالص جابت كل الفشرات جابت كل الفشرات دي كله دايخ طبعا دي المواد الفائلة احنا رشناها اميدا كولوبرايد ابا مكتين مع خلوط مع مبيد فوليام تارجول مادة الفعالة كولورانترا أني لبرول زاد ابا مكتين 18 دي كانت الخالطة بتاعتنا وده النتيجة اللي احنا شفناها طبعا مع المصايد الضوئية بتاعتك مع المصايد زي ما هم شايفين اهو هشاركت على المصيبة اهي مع التكليم المستمر شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا